بعد تحقيق المنتخب الريكبي لتأهل تاريخي إلى الكأس الذهبية وتحصل اتحادية الريكبي على أول ملعب خاص بهذه الرياضة بالبوليدا كان الموعد مع البطولة الوطنية أو مهرجان الريكبي الذي جمع مختلف الأصناف والأندي الجزائرية التي تنفست على لقب هذه الدوراء وعلى الرغم من برودة الأجواء التي شهدتها مدينة الورود إلا أن حرارة اللاعبين الحاضرين في مركب مصطفى تشاكير تغلبت على كل شيء فكانت الندية الكبيرة والتنافس أكبر وذلك من أجل البروز والتألق والوصول إلى المنتخب وبعيداً عن برودة الأجواء في الملعب كان الموعد أيضاً مع زيارة ممثل عالم الريكبي الجنوب الأفريقي ستيف نيل رفقة ممثل الريكبي الأفريقي المغربي مصطفى جلطي هي إذن دورة وطنية الهدف منها تطوير رياضة الريكبية المحلية والبلوغ به إلى مستويات أفضل رغم أن الاتحادية لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات إلا أنها توصل العمل بجدية